في حلقة اليوم سنتعرف على أصل الديانة في روسيا وحالها طوال تاريخ روسيا الكبير وصولاً للاتحاد السوفيتي في قناة ورق نقدم مواضيع مختلفة حول التاريخ والثقافة والتقنية ادعم المحتوى الهادث من خلال الاشتراك والنشر وأيضاً ادعم البودكاست الخاص بقناة ورق والذي يحمل اسم ورق كاست وتجد رابط البودكاست في وسط الفيديو الأمير فلاديمير الأول يلقب في تاريخ روسيا بأنه والد روسيا ويرى الكثير بأن أعظم إنجاز له كان إدخال المسيحية لروسيا وبالتحديد في عام 1988 بنى فلاديمير الأول كنيسة ديسيا تيانا في كيه وتبنى فلاديمير المسيحية الأرثودكسية البيزنطية قيل بأنه تبنى هذا المنهج بسبب المزايا الاقتصادية والسياسية الذي سيوفرها الدين لروسيا الروس قبل هذا كانوا وثنيين وكان يصفهم البيزنطيين بأنهم برابرة وثنيين يحملون الفؤوس قيل بأن فلاديمير طلب من رجاله رسال مبعوثين من الديانات الكبرى في العالم اليهودية والإسلام والمسيحية الكاثوليكية والمسيحية الأرثودكسية وقابل كل مندوب بحثا عن أفضل دين لبلاده أحبث الإسلام وصف الجنة وكان قريب من تقبله كدين رسمي لروسيا ولكنه في النهاية رفضه مع اليهودية بسبب تحريم الكحول وأكل الخنزير والختاب وذكر كتاب حكايات السنوات الماضية والذي يؤرخ لعشرين عام من عهد فلاديمير في الثلاثينات من القرن التاسع عشر بأن فلاديمير كان سيستمع للمسلمين وبأنه كان مولع بالنساء وحاب للتسامح في الإسلام ولكن الختان والامتناء عن لحم الخنزير والخمر هو ما أكرهه بهذا الدين حيث أنه رد على علماء المسلمين الشرب هو فرحة للروس لا يمكننا أن نعيش بدون هذه المتعة كما تأثر الأمير فلاديمير كثيرا بالكنائس ورجال الدين في القسطنطينية خصوصا عند زيارة المعالم والكنوز في العاصمة البيزنطية وأبلغ مبعوثوه لم نكن نعرف ما إذا كنا في الجنة أو على الأرض لأنه لا يوجد مثل هذا البهاء على الأرض نحن نعلم فقط أن الله يسكن هنا بين الرجال غالبا ما يرفض المؤرخ هذا التفسير للأحداث ويوجادل بأن فلاديمير كان على الأرجح تحول إلى المسيحية الأرثوديكسية لتوحيد الاتحاد للقبائل الوثنية التي حكمها ولتقوية الروابط التجارية في القسطنطينية وتشكيل تحالف ضد المسلمين الذين توغلوا في منطقة الفولغا وبهذا تم تعميد الأميرة فلاديمير والتحول للمسيحية الأرثوديكسية وبهذا تحول الروس في كيف للمسيحية هذا الاختيار غير من الشكل السياسي لروسيا فأبعد ذلك روسيا عن أوروبا الكاثوليكية ولكنه في نفس الوقت ربطها ببيزنطة والتي كانت القسطنطينية العاصمة لها وفي نفس الحفل تم تعميد جدة فلاديمير الأميرة أولغا والتي أصبحت أول إمرأة من الأسرة الحاكمة التي يتم تعميدها وظهرت كتابات تصف حفل تعميد الأميرة أولغا أولغا كانت من أوائل المسيحيات بين الروس فهي كانت كالقمر ليلا متألقة بين الكفار مثل اللؤلؤة في الوحل أصدر الأميرة فلاديمير للشعب روسيا وأوكرانيا خيارين إما أن يعمدوا أو يفقدوا رؤوسهم قاد جيش الأمير فلاديمير شعبه لنهر دنيبر في عام تسعمية وثمانة ثمانين اليوم الطريق الذي سلكه الشعب في هذه الرحلة يسمى بشارع التعميد وهو شارع رئيسي في كيه المعمدون دمروا الأصنام التي عبدها الشعب قبل ذلك وتم اعتبار المسيحية الأرثوديكسية هي الدين الرسمي للبلاد اختيار فلاديمير للأرثوديكسية الشرقية ربط الروس مع القسطنطينية والتي كانت مهيمنة على البحر الأحمر وطريق التجارة المرتبط مع كيه كان الانضمام من الكنيسة الأرثوديكسية الشرقية عواقب سياسية وثقاطية ودينية بعيدة المدى الكنيسة لديها قداس مكتوب باللغة السريالية ومجموعة من الترجمات من اليونانية التي أنتجها الاسلاف الجنوبيين سهل وجود هذا الأدب تحول الاسلاف الشرقيين إلى المسيحية وعرفهم عن الفلسفة اليونانية البدائية والعلوم والتاريخ دون الحاجة إلى التعلم اليونانية في المقابل تعلم الأشخاص المهتمون بالعلم في أوروبا الغربية والوسطى في العصور الوسطى اللاتينية ونظرا لأن الاسلاف الشرقيين لم يتعلموا اليونانية ولا اللاتينية فقد تم عزلهم عن الثقافة البيزنطية وكذلك عن الثقافات الأوروبية لجيرانهم في الغرب تزوج فلاديمير من أخت أحد الأباطرة البيزنطيين وشرع في برنامج لنقل الثقافة والفن والأبجدية والهندسة المعمارية من القسطنطينية إلى كييف والتي وصفها بأنها مدينة تتلألأ بنور الأيقونات المقدسة وبرائحة البخور ورنين التسبيح والترانيم السماوية المقدسة وفرت إمبراطورية كييف أرضا خصبة لترسيخ المسيحية الأرثوتكسية على عكس الممالك السلافية في البلقان والتي كانت بعيدة عن متناول الإمبراطورية الرومانية القديمة كتب المؤرخ الروسي جيمس بلينشتون في مجلة سميستونيان كانت المسيحية في الإمبراطورية الروسية القديمة هي العقيدة للشعب مستعمر سعى المتحولون للجدد القاسين إلى إضافة قدسية حقيقية لكنائسهم وخدمات العبادة بدلا من مناقشة النقاط الدقيقة للعقيدة لذلك ملأوا كنائسهم باللوحات الجدارية والأيقونات والشموع وأضافوا للكنائس قباب خاصة مختلفة عن القباب الأخرى في أوروبا تطورت روسيا إلى دولة قوية ومتشددة اعتقدت الدولة بأنها تملك مهمة تاريخية خاصة فنشر خلفاء فلاديمير الإيمال الأرثوديكسي في المحيط المتجمد الشمالي وغابات سيبيريا الشيوعية رسميا ضد الديانات لهذا تعتبر الدول الشيوعية في بعض الأحيان ملحدة وهنا عندما انتقل الحكم في روسيا ليكون شيوعي تحت مضلة الاتحاد السوفيتي أدرج في الدستور السوفيتي نقطة حرية العبادة ولكن أيضا أدرج في الدستور بأن المواطن والحكومة الحرية في نشر الدعاية المعادية للدين تم استخدام الأمر كمبرر للهجوم على الدين المنظم الشيوعية استبدلوا الدين بدراسة الماركسية وتم تشديع الأطفال على المشاركة في الأنشطة المعادية للدين وشددت المدارس على الجوانب المعادية للدين في العلوم كان الاعتقاد السائد هو أنه إذا تم تعليم الأجيال مقبلة رفض الدين فسوف يموت الدين في النهاية كان ماركس ملحد فأطلق على الدين اسم أفيون الشعوب كتب ذات مرة بأن البراهين على وجود الله ليست سوى براهين على وجود وعي ذاتي بشري أساسي الإنسان هو الكائن الأسمى الالحاد والشيوعية هي المستقبل حيث تصبح العلاقة الحقيقية بالنسبة للإنسان من جوهر الإنسان يعتقد أن تجربة ماركس مع الدين داخل أسرته عندما كان طفلا كانت أحد أسباب إزدرائه للدين المنظم على الرغم من أن أجداده كانوا يهود فقد أصبح ماركس معاديا لسامية حاول لينن إقامة دولة شيوعية مثالية خالية من الرأسمالية والملكية الخاصة والحرب والفقر والدين أراد لينن أن يخلق مجتمع اشتراكي من الصفر فعاد توزيع الأراضي التي كانت تحت سيطرة الطبقة الإرستقراطية وأنشأ مزارع جماعية وقام بتأميم المصانع وتفكيك الكنيسة الأرثوتيكسية بعد وفاة والده وشقيقه كتب لينن كنت في السادسة عشر من عمري عندما تخليت عن الدين وفي مايو من عام 1932 تم إعلان عن خطة خمسية ضد الدين ولهذا عانت دين من سياسة الدولة المتمثلة في القمع المتزايد بدءا من إغلاق العديد من الكنائس في عام 1929 والطهاد رجال الدين بشكل خاص خلال عمليات التطهير في أواخر الثلاثينات ولكن المؤمنين استمروا بالعمل بشكل سري الحكومة قامت بتحويل عديد من الكنائس والأديرة والمساجد إلى مراكز أرشيفية للدولة ومتاحف ومستشفيات ومدارس ومصحات نفسية بل تمت تحويل بعض الكنائس إلى مراقص من قبل الشيوعيين أيضا أحرقت الحكومة اللوحات الدينية وأعادت تدوير المخطوطات في مصانع الورق المحلية كان بناء كنيسة أو مسجد في ظل النظام الشيوعي مشكلة ليس بسبب المال ولكن لأنه كان من الصعب الحصول على التصاريح الخاصة للبناء تعامل الشيوعيين الروس بقسوة مع الصراع بين الأيدولوجية المركزية الإلحادية والرغبة في الحفاظ على الثقافة الأرثوتوكسية الروسية وفي العشرينات من القرن الماضي حاولوا دون جدوى إنشاء دمية الكنيسة الحية وعندما لم ينجح هذا شن ستالين هجوم شامل على الدين تحت الشعار رابطة المجاهدين المرحدين حاول ستالين القضاء على الكنيسة بشكل كامل لكن خلال الحرب العالمية الثانية عقد ستالين السلام مع الكنيسة الأرثوتوكسية والديانات الأخرى لكسب التأييد الشعبي وبعد وقت قصير من عرض جثة لينين تسبب سقيع في موسكو في انفجار المجاري وأغراق القبر وبسبب هذا الحادث علق البطريا نيكون بأن المجاري تناسب جثة لينين فتم اعتقاله وعدامه كان الإلحاد في الاتحاد السوفيتي شرط أساسي للانضمام للحزب الشيوعي فتم استبعاد أعضاء الجماعات الدينية الدين المنظم كثيرا ما كان يتعرض للقمع بلا رحمة والتسلل من قبل المخبرين فتم وضع قيود صارمة على ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به وتم القبض على الكهنة ونفيهم أو قتلهم أو حتى أجبارهم على التخلي عن مهنتهم في ظل السوفييت تم تقييد كل النشاط الديني وتقييد ممارسة الدين التبشير تحت مظلة الشيوعية كانت ممنوعة وتعرض أعضاء من بعض الجماعات للإضطهاد والسجل وحتى القتل الاضطهاد الديني كان أكبر في ظل حكم ستالين وكورتشوف وبعد الثورة البولشفية بوقت قصير بدأ القمع على أنشطة الكنائس فتم تحويل الكنائس إلى أرشيفات للدولة ونفي الكهنة وأجبارهم على التخلي عن مهنتهم وعندما تظاهر الشعب قبض على زعماء المظاهرات وأعدمه وبدأ من العشرينات من القرن الماضي بدأت حملات مناهضة للأديان فتم تدمير دور العبادة البوذية والشامانية في بورياتيا واعتقل اللامات والكهنة قامت رابطة الكفاح الملحد والتي تأسست في عام 1925 بتوجيه حملة وطنية ذات الكنيسة الأرثودكسية وجميع الأديان الأخرى المنظمة ولكن هذا الموقف المتطرف لتلك المنظمة تنصلت منه الحكومة السوفيتية في عام 1927 وفي ذلك العام تم توقيع اتفاق بين الحكومة والكنيسة ومنها أقسمت الكنيسة الأرثودكسية على الولاء للحكومة السوفيتية على الرغم من تدمير الكنائس وتأميم الأراضي كانت هناك قوانين ضد التبشير والتعليم القاصرين الدين المؤمنون كانوا محرومين من فرص العمل وتباينت الحملات القمعية على الأديان على النطاق واسع من مكان إلى مكان ومن فترة زمنية إلى فترة زمنية بعد سقوط كروتشوف في عام 1964 خفزت الدولة التدريجية من اضطهاد الأديان بلغ الاعتداء الديني ذروتك في عام 1931 مع تدمير كذرائية القديس بيترس والتي بنيت في عام 1812 لإحياء ذكرى هزيمة نابليون واكتمل العمل بها في عام 1883 كانت الكنيسة بها خمس قباب ذهبية وأربعة عشر جرس في أربع أبراج منفصلة بوزن إجمالي يبلغ 65 طن وكانت كبيرة بما يكفي لاستيعاب عشرة آلاف مصلي وتحتوي على 312 كيلو جرام من الذهب كانت أعلى قبة يبلغ ارتفاعها 103 متر بارتفاع 30 طابق وعرض 30 متر وبناء على أوامر ستالين نهبت الكذرائية من أجراسها وأيقوناتها وذهبها ودمرت بالمتفجرات وتم طمس آلاف الصور المقدسة و48 نقش رخامي و177 لوح رخامي أراد ستالين استبدال الكنيسة بقصر السوفيت وهو مبنى أعلى من مبنى إمباير ستيت بطول يبلغ 115 قدب ويعلوه تمثال يبلغ ضعف حجم تمثال الحرية كامل المخطط أن يبلغ طول إصبع لينن في التمثال 15 قدب حاول ستالين القضاء على الكنيسة تماما ولكنه احتاج بعد ذلك لدعم الكنيسة لحشد الوطنية في بداية الحرب العالمية الثانية ولهذا عقد ستالين السلام مع الكنيسة الأرثوديكسية والديانات الأخرى لكسب التأييد الشعبي في بعض الأحيان ظل الدعم الجمهور للكنائس والمساجد قويا رغم القمر فقد ذكر أحد المسؤولين الدين مثل المسمار كلما ضربته بقوة كلما تعمق في القرى المحيطة بالالتحاد السوفيتي أبقى المؤمنون الأرثوديكس لينهم على قيد الحياة من خلال الاحتفالات بشكل سري على الهواء الطلق وبعد وفاة ستالين كان هناك تسامح مع الأديان ولكن بحدود فقد تم بناء عدد قليل من الكنائس الجديدة وبقية الكنائس القديمة كمتاحة مع ذلك لم يتم إرسال أشخاص عادين إلى معسكرات العمل إذا قبض عليهم وهم يصلون لاحظ أحد المسؤولين في عام 1964 بأن الكنيسة في المقاطعات لا تزال تجذب الناس ربما كان ذلك من خلال جمال الاحتفالات الدينية والعمارة والرسم التي تزيد من التأثير العاطفي وفي الحياة الدينية للاتحاد السوفيتي ظهرت توجه جديد في التفاني الشعبي للديانات الرئيسية في أواخر السبعينات على الرغم من استمرار الرفض الفعلي من جانب السلطات قد يكون هذا الأحياء مرتبط بالاهتمام المتزايد للمواطني السوفيتي بتقاليدهم الموطنية وهذا أصبحت حرية الدين جزء أساسي من الدستور في عام 1993 وفي أواخر الثمانيات لعب الدين دور أساسي في حياة العديد من الروس وأيضا في الدولة الروسية كانت الأرثودكسية الروسية ديانة سائدة في روسيا منذ أن قبل حاكم فلاديمير المسيحية في عام 1988 بدأ نظام كورباتشوف في استعادة ممتلكات الكنيسة وحقوقها وكان الاحتفال الرسمي بألفية الأرثودكسية الروسية في عام 1988 حدث فاصل في تاريخ الدين في روسيا وبتداء من عام 1992 أخذت الأرثودكسية الروسية نفوذ متزايد في شؤون الدولة فضلا عن الشؤون الروحية وتم بناء والترميم العديد من الكناز وفي أوائل التسعينات عاد ملايين الروسي للعبادة العادية ومع ذلك وبحلول أوائل عام 1997 حضر الأرثودكس الروسي الكنيسة بنفس معدل مؤمنين الدينيين في الدول أوروبا الغربية وفي التسعينات سعى السياسيون بشغف للحصول على رأي الكنيسة في أهم القضايا ففي عام 1996 ظهر المرشح الشيوعي للرئاسة زيوغانوف مع البطرياق أليكسي الثاني كعنصر مهم في حملته تمتعت الجماعات الدينية الأخرى أيضا بحرية نسبية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي مع بعض القيود فحظت الجماعات البروتستانتية والكاثوليكية والمسلمة بقبول كامل من قبل الدولة والكنيسة الأرثودكسية لكن الكنيسة الأرثودكسية كانت الأهم ولها السلطة الأقوى جلبت الحرية الجديدة في حقبة كورباتشوف موجة من الجماعات الانجدية الغربية والتي كانت تنظر إلى سلطة الكنيسة الأرثودكسية بقلق وعداء وفي منتصف عام 1996 أصدر مجلس الدومة تشريعا بإنشاء لجنة حكومية لمراقبة نشاط هذه الجماعات وتم تقديم القانون من قبل الحلفاء القوميين لكنيسة الأرثودكسية وعرضته الفصائر الديمقراطية باعتباره غير دستوري الجالية اليهودية ازدهرت أنشطتها الدينية والثقافية في روسيا في التسعينات لكنها ترى بأنها تعاني من تمييز حقيقي بعد موجة من الانتقاطات من الجماعات الدينية الدولية لحقوق الإنسان والجماعات الدينية فشل الرئيس بوريس يلسن في التوقيع على مشروع قانون مجلس شورى لحرية الأديان في خريف 1993 وبعد أن عقاد البرلماء الجديد ظهرت نسخ إضافية من مشروع القانون وفي ظنطصف عام 1996 أقرر البرلمان مشروع قانون أخف إلى حد ما يتطلب تسجيل الجماعات التبشيرية الأجنبية وجدت الجماعات الدينية غير الأرثودكسية أيضا أن السلطات المحلية منعت بشكل متزايد شراء الأراضي واستئجار مساحات البناء وفي التسعينات كان موقف الكنيسة الأرثودكسية الروسية بشأن قضية الحرية الدينية سلبي حيث رأى مسؤولوا الكنيسة أنفسهم وهم يدافعون على القيم الثقافية الروسية من الأفكار الغربية قدم البطريق أليكسي دعمه للتشريع المقيد لعمليات التبشير ورأى المراقبون الغربيون بأن هناك تحالف نشأ بين الكنيسة الأرثودكسية والفصائل القومية الروسية ضد انتشار النشاط الديني الأجنبي في روسيا وفي أكتوبر من عام 1995 رفض المجتمع المقدس للكنيسة الأرثودكسية المشاركة في مؤتمر رؤساء الكهنة الأرثودكس لأن بطريق القسطنطينية اعترف بالطائفة الأرثودكسية في أستونيا والكنيسة الأرثودكسية المستقلة في أوكرانيا وفي عام 1995 شكلت إدارة يلسن هيئة استشارية تسمى مجلس التعاون مع الجمعيات الدينية والتي تضم ممثلين من معظم طوائف الرئيسية المجلس ضم الكنائس الروسية الأرثودكسية والكاثوليكية والمنظمات الإسلامية لعضوين لكل منهما مع ممثل واحد لكل من الممثلي البوذيين واليهود وغيرهم المجلس مخول لإرسال التوصيات للحكومة وهذا الأمر مستمر حتى اليوم شاركنا في التعليقات عن رأيك في هذه الحلقة وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط وركاست والذي به محتوى صوتي خاص وذا عجلك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة